مرحبا بكم الناس الكل لنقعدوا من بعضنا ديما نذكركم كل مرة في الطريقة اللي نقتصد بها قاعدة وننفعكم كل حاجة نعملها ونجاوب على تساق إذا عندكم سؤال كيفاش نعمل وشنو نعمل اطلا نقول لكم بإذن الله نعمل من بعضنا وصفة توريه لكم من بعد وهذا يا حبيت نوريكم قاضية كل جمعة ناخذ حاجات من حاجات الناقسيني ولا نزيد حاجة هكا الخضراء ناخذ نوع واحد دكثارية نوع واحد وساعات نحب نلقى حاجة هكا من رفقة نولي ناخذ نوعين ولا حتى ماكس ثلاثة هذو ما الحاجات مثلا ناخذ من الخضراء ويقعدوني ما إن شاء الله معناها الخضراء تصبر قلت لكم ما كان نهار ما عرشت كان تبعتوني في اللايف الخضراء كانت شريها من السوق والغلة من السوق سوف تفسد فيسا وكين ناخذوها من المجازانات تقعد لنا برقدي وخاصة من الجران فخي الحقيقة تقعد برقدي هنا يأخذت فلفل لذيك الابيض والفلفل هذو الأخضر والأخر يقولون برقدي هو مهوش حار برشة لكن فيه هكت شوية توزوزة ومهوش حار حاسين هو أفهموها كما تفهموها لاخر راس الجدرة ذيكا للسوب نعمل فيهم السفنيريا الربط القيدة أرخص من بشتشريها بالكيلو وخصف 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 ثمار وخصف يثبت على مفاق وخصف وخصف بيرد بيرد والأهم سؤال كيف تقضي خمسين وروف الجمعة والحم كيفاش تعمل تتفكروا هبطت لكم فيديو عنده شهرين وعشر أيام تقريب الفيديو شريت فيه خمسة كيلو سدر متعد جيش زوز كيلو ولا ثلاثة كيلو والانسيت المهم الحم وقلت لكم راني نقاط كيفاش نقتصد فيه بالقداء شوفوا شهرين وعشر أيام شدوني ولا حتى أكثر شهرين وعشر أيام شدوني من وقتها الطوفاء وكملتهم مشي تواقذيت من الجزار الحليل بالطبيعة من عشر اللي عيش في النار أنا نمشي للتخيونج المتعقوبة وكل واحد أو بحديها ميجازان تاديستوكاج وتلقاهم عنده جزار وتعرفوهم نظيف وكل تأخذوا من عنده هذي الخمسة كيلو متعد جيش شوفوا قديش طلعوا لي خمسة كيلو تسعة وستين وبالتبعية 73 أورو هذو ما يشدوني شهرين 73 أورو يشدوني شهرين خذيت جيشتي هذو ما كاملين كبار وخذيت ديما ناخذ جيش كامل نطيبهم ديما يروتية مشويين وإلى ساعة نقصها على ثينة ما لأكي نجالهم صييم يعني نخرجها طول نطيبها كامل خذيت 6 كيلو بلان هذو ما لفخاض كلو تاني لفخاض اللوطاني لتاع الجيش 6 كيلو وخمسة كيلو ازدر جيش وزوس كيلو الحمفر جيوني بـ 73 و 72 أورو هذي كاليريتوها ويشدني ما شاء الله يشدني مثلا الجمعة هذي شريت كان الحم مشيرتش خضرة لا غلة لا خضرة شريت كان الحم يعني جمعة دا عندي الخضرة وعندي الغلة وعندي كل شي من هذيك الجمعة ذيك معناها نقولوا نحنا نقرح سيبي اني نصرف منها كان حق الحم اي تقولوا لي انتي تصرف خمسين وروف الجمعة شبيك سلفت سبعين مرة هذي اللي عشرين هذيك تسلفتها من الجمعة الجاي مش شحة هي مش حكاية تشحة وتشحشيح نظام نظام اذا حاجة استحقيت باش ناخذها باش تكون فيتا مثلا ومعنديش وكل ما نبغضش ناخذر عني اما ما قرحة عاملة لروحي نظام باش مانفلتش خاطر عارف روحي اذا تفوت الحدود متاعي نمشي ننطلقه ما فيقش بروحي كي مراقبش روحي ما فيقش بروحي فهمت حمل كما ديفي بيني وبرروحي كما ديفي حبيت نعمل مدى معينة بالنظام هذي ونشوف روحي ومنو واحد يشد فراناتو ويوالي ياخذ حاجات الأساسية وفهم حاجات ما اهم انو ينجم يعملها هاو كحاسيلو اعطيتكم جاوبتلكم على اهم سؤال اللي هو حكاية الحم باش تقولولي الحوت كل ما نلقى بروموسيانز مرة في الشهر ناخذ ما نفوتش دي سورو معناها حوت في الشهر ما شاء الله ما نهجم تشري ونعاود ونقول ديما راهو منيش فامي ننبغوز معناها باش تقولو باش تقارنو ما تقارنو على كون معناها عائلة كبيرة مش تقولي لأينا عائلة كبيرة منجموش خمسين بطبيعة سي نورمال لاظر مقسم انتي تعرف بيجيبتائك انا حتيت بيجيبتائي انا عندي بطاطا فريد قصيتها بالطريقة هذيكة ونحطها في الماء باش تنحي نشام بتاحها وقصيتها جويدة على الاخر كما نلقاوها البرة في المطاعم كل عملتها هكيكة وبطبيعة ما تكونش كل بطاطا الحلوة اللي تتحرق وحطيتها تتنفخ في الماء وعندي اخر اشتر سدر جيج قادلي في الكونشيلاتور قبل ما نمشي نشري للحاب الثلج يخي بياض من اللوطة معني سخان اكثر من اللوطة بياض ذيكة البيوضية نحي تشحام وذيكة البيوضية راهو من البروغرام تعمي كرواند او بروغرام سبيسيالي نحي الثلج عبقا ما انا فوت فيه قصيت وكما ترعب جويد شوية كما الشوارما وباد اخذيت صوتوز ولا مقلة ولا طنجرة حاتيت فيها الزيت وحاتيت فيها بصلة إشالوت وعندي الجنجم الزنجبيل والثوب خذيتو ما فهمتش المراهير يش بيلونه هكا غامق جاني يعني خذيتو قبل لك واريتو لكم لونه فتح وعودت شريت منو لونه مرعش كيفاش جاني ما فهمتوش ما ريحت وذيك هو ما طعم وذيك هو مش تقولو لي وينو اللي تعملتو انتي في الداخل انا رين ما نستعملوش ديما الزنجبيل والثوب وكي شريت المراهير الزنجبيل الزنجبيل واريتو لكم كيفاش مستخضر من داخل وقت اللي حتيتو معنا ورحيتو مع الثوم كي قعدت بريود لونه خذار شوية فاكها اخذر فتح محملتوش الحقيقة محملتوش وليتتخلصت منو دونك زنجبيل فما شكون وقالوا لي ليه عادي يبدأ فيه الخضورية زنجبيل اخفت منو محبيتش وليتخلصت منو وكها قلتوا كناخد كن مرة بعد قديش حكا حاذا طوا باش نفوح حكا جيج متاعي ملح فلفل أكحل فلفل أحمر فبريكا هذيكا والزنجبيل والثوم اذو محطينيهم ابعضهم يفوحوا يبنوا عاللخ ما عندكش عامل زنجبيل بالوقت يبرشوا وابرشوا فيهم بالوقت ولا ارحيهم ولا هرسهم ونرش عليهم شوية ماء هكا الماء ما يخليش الجهاجي تفتفت كنقعد ونصطيوه ولا نقليوه بلاش ماء يتقطع ويتفتفت معانا لفيه بغمتاع وتتفك من بعضها الماء يبس لفيه بغمتاعهم ويخليهم يرجعوا مستمسكين شادين بعضهم ويقعدوا كالطرف كامل هكي كتلة كاملة طبا باش نعمل الصوس متعجبن الصوس متعجبن هي باشا ناخذ شوية زيت عليها مغرفة مغرفة كبيرة زبدة ومغرفة فارينة وإلا ثلاثة مغرفة كبار زيت ومغرفة فارينة حتيت عليهم رشة ملح ورشة في الفلكحل نطيب الفارينة الهنا نقليها يتبدل لونها شوية وقتا نحط عليها كاس حليب كاس 250 ملي لتر اللي حطيت عليها الكمية اللي حطيت اينا نجم تزيد من بعد كما تنجم يزي انتي وش نوع التكستور اللي تحب عليه ونقعد نحرك الهنا من وقف الش الجملة والحليب بارد اني خرج مفريجيدير نصخ نغلي قعد نحرك 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 وكما سر اعطي لكم مش من قص لكم مش حتي للي ارتابط وتحل الفيرينة ولا تتبق بق طوا وصلنا التكستور به هذي كيرا ولمغرفة كوفيخت هكا مغطية بالخليط متاعنا نعرفوه مرواضح لهنا حتيت كابشة موزاريلا ما تصورتش وحتيت عليهم عندي جبن شرق هذي المستحمر في بريبش نبدل بها لون يخي مبدليش اللون حتيت الطرف لولاني خلطوا ذيب واجبن هذيكا سيح لل نحالي كالتكستور متاع المتزاريلا اذا تحبوها تتجبد معناها الصوف متاع الجبن من اللور حطوا متزاريلا ما اوكا ما عش زيدو حتى شي سينو حطوا الجبونات اللي عندكم من اخرى شي دار ولاش تحبو وبعد حط المتزاريلا في اللخ اينا اللي هني خليتو يخي برد شوية وليت زيت شوية حليب قلت هو هكا ولا هكا تنحعتك انتش بيدا متاعوك حتيتك الجبن الشرائح وليت حتيتلو شوية حليب ورجعتو على الجاز دوب مسخن شوية وترخف هكا شوية خرجتو نحيتو بعضتو على الجاز وسوس جبن هايكا حضرت للي احب جبن انا ما نكذبش عليكم ما نكلوش بنحبوش وطاو خليت مغارفة منطقة مليانة طماطم معجونة زيتها الهكل هي رهيب ميك لقيتها في تيكتوك معناية بقى ذايك قيتوا في تيكتوك عجبني اطراك بغامون يعملو فيه بطريقة تركية وريد عملتو كيفهم وجيت حطيت طاو شوية ميم بعد ما زيتك تماطم مش تعمل كيمة السوس ونخليها تغلي شوية وكهو طابط بعدها على الجاز او قعد التغلي على روحة طوا في الاثني بشن نجي طوا نقلي البطاطا البطاطا حتيت لها في ملح في الاخر بعد ما صفيتها زيت نرمي كعبة بطاطا اذا هي تقلي تقلي ساعتش نرمي البطاطا اذا كما هذي نستنى هتزيد يزخن للي يوصل بالطريقة هذي نرمي البطاطا وماذا بينا في برشة زيت تكون البطاطا تعمل زيت سبيسيال بطاطا مثلا الزيت يقلي لك عشرة مرات اعمل سبيسيال بطاطا ما ما تحطش فيه الحم ولا تحط فيه الفلفل ولا قراعة ولا منعش شنا القراعة والفلفل كل تنجم طيبة الفلفل تنجم طيبة في شوية زيت والقراعة ودرشنو تنجم تحط في ايرفراير ولا الفور ولا وين تحب تحط اما الزيت متاع البطاطا بشوية تصد شوية اوكا كل ما نقلي بيه بعد نخلي يبرد ونحط قماعة في دابوزة ودابوزة نعبيها باك الزيت تذكا نعمل سبيسيال مو قليين بطاطا معناها كما تحسب 9-8 10 مرات بش اوكا تعرف معناها انتي كل زيت كيفاش عندي الفريتوز الحقيقة يسر فيها برشتيك الزيت حبلها اترتين ونص لث اتريت زيت وما نحب نخليها كذيوت من بعد كمال تقليدهم الكل ومن بعد نجي ناخذ هيك السوس نحط فوقها هو حقيقة شخشخوها بك السوس انا او ك عالعين عالعين حطيت ونحط فوقها هيك تجي بالسوس متاع ويبن لسوس البيض هذي كي اعطيها نكرة هكا وهي كدبارة بتع بطورة نجم تزيد معها شوية روز وقلة تزيد اللي تحب انت حسينوا معها او كعلى كيف كيف كا كا ويني وصفتنا كنت لليوم واتبارت كنت لليوم انشاء الله تجربوها وانشاء الله تعجبكم وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى انشاء الله وبسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة